وفي السياق ذاته شهد رئيس مجلس الوزراء مراسمة توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهج بقدرة 10 جيجا واط وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة أكوا باور السعودية وبموجب الوثيقة الموقعة بشأن تخصيص الأرض لمشروع طاقة الرياح في صعيد مصر فإنه من المتوقع أن يولد المشروع عند اكتماله رياحا بقدرة تبلغ نحو 50 ألف جيجا واط في الساعة من الطاقة المتجددة سنويا كما أنه يخفض 2.4 مليون طن من انبعثات ثاني أكسيد الكربون وذلك سنويا فضلا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكانية